أمريكا لما بدأت بدأت كحلم ديمقراطي كل الناس خلقوا متساويين لديهم حدود أصلية لديهم الحق في الحياة في الحرية في البحث عن السعادة كل هذه الأفكار كانت جاذبة لناس كتير جدا وعملت نموذج أمريكا أصبحت نموذج ورمز للحرية في العالم هل النهاردة شايفين تحدي لديمقراطية داخل أمريكا نفسها؟ عندما نظرناERTn التصريحات التي يسيقها ترامب أو التصريحات التي بيقضواها ترامب التي تقول أن ترامب سيصيبه دكتاتورية هذا ما يحدث في أمريكا وهنا يحدث في عارضة دكتاتورية هذه المبالغات الخطابية كل هذه المبالغات يجب أن الأمريكيين لا تتكرر من أحد أهم ف LET que agreements الأمريكيين يقولون أنه لا يعرفون ما يعني أنك تعيش تحت ظل حكم البعث والقائد الخالد والرمز والذي سيحكم إلى الأبد ويأتي من بعده ابنه وحفيده وإلى آخره على الرغم من أنه مفروض أننا جمهورية هذه الأصاص لا يفهمونها ويبالغوا خطابيا بكثير أمور ونحن لا يجب أن نغر بهذا الشيء هذه المبالغات الخطابية هي انعكاس لحالة الاستقطاب بأمريكا نحن لا ننكر أن أمريكا فيها إزمة وإزمة جدية لكن ليس لأول مرة وأكيد ليس لأخر مرة وهذه المبالغات لا يجب أن نسينا طبيعة وجوهر الوضع في أمريكا لحد الآن لا يوجد قناة إعلامية واحدة تسكرت في أمريكا على رغم من كل الإنتقادات التي وجهها ترامب للإعلام ولا يمكن أن يحدث لكن المقارنة ليس فقط مع دول في منطقتنا دول منطقتنا لا تدخل في أي نوع من المقارنة مع أي شيء في الكوكب أصلا عمار تعالي حتى نقارن أمريكا بالديمقراطيات الأخرى يعني فيه ناس كتير بتقولك آه أمريكا ابتدت كبلة ديمقراطية وكل حاجة على عنا وعلى رأسنا لكن النهاردة فيه نمازج ديمقراطية أنجح من أمريكا بص على النمازج الأوروبية كمثال جنوب أفريقيا أصبح الديمقراطية الديمقراطية في اليابان حتى قدام دول ورغم أن فيه ناس بتطرح ده ومش ناس يعني على الهامش يعني مجلة زي الإيكونومست صنفت أمريكا كرقم 25 في العالم على مستوى الديمقراطية فريدم هاوس بتصنف أمريكا كفلاط ديمقرسي وليس ديمقرسي كاملة رغم كل الترحات دي أنا أفضل الديمقراطية والحرية الأمريكية على غيرها لعدة أسباب أول حاجة بالنسبة لي الحرية التعبير اللي فعلا مطلقة في أمريكا يعني أنت في أمريكا تقدر أنك تنتقد أي حاجة أنك تنكر أي حاجة يعني حتى الحاجات اللي بنرفضها إنكار الهولوكاست أو أي حدث تاريخي ممنوع بقوانين في أوروبا في أمريكا مسموح لك تقول اللي أنت عايزه هاي القصة يعني بالحقيقة الخصوصية الأمريكية كتير بتختلف فيها بالحقيقة والوضع التاريخي الأمريكي بيختلف عن أوروبا فيما يتعلق بخطاب الكراهية أنا بفهم ليش بعض الدول الأوروبية ممكن تفرض قيودة عليه لأنه صار في تاريخ من الإبادة بحق اليهود فأكيد هيعملوا شوية قوانين بتجرم خطاب الكراهية فيني أفهم الدافع لهذا الشيء بأمريكا ما صار في محاولة بالحقيقة لإبادة أي حدا على رغم المبالغات اللي بتصير فيما يتعلق بالسكان الأصليين اللي أكيد وضعوا نتعرضوا لمأساة بس موضوع الإبادة المنهجية المنظمة اللي الناس بفكروا فيها هذا الشيء ما صار خطاب كراهية بأمريكا صعب جدا تحطنا بالحقيقة قيودة عليه لأنه حالة الاختلاط اللي صارت من بدايات أمريكا إلى الآن سمحت بوجود آراء كبيرة ومتعددة واختلافات كتير عميقة بس مش بس حرية التعبير أيضا الحرية الدينية اللي مازالت أعلى بكتير قوي من أوروبا يعني مفيش زي النمازج اللي عندنا في أوروبا وفرنسا يعينو لكم الإمام وتدخل الدولة في الأمور الدينية لفل الحرية الدينية في أمريكا أعلى بكتير والنقطة الثالثة المهمة أعتقد جدا بالنسبة لي هي فكرة الفصل التام بين السلطات يعني أنت الرئيس وزراء الإنجلترا معاك أغلبية بارلمانية تعمل اللي أنت عايزه لكن تعال لأمريكا يبقى أوباما رئيس واخد أغلبية حزبه كاسب أغلبية في مجلس النواب وأغلبية في مجلس الشيوخ وبرضه عشان ما عندوش الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ يضطر أن هو ما يعديش مشروع قانون الرعاية الصحية اللي هو عايزه ويضطر يقبل بنسخة أقل وإلا جمهورين هيبقى أزهوله تماما والشيوخ المعمول عليها مهمة جدا في التقربة الأمريكية